كائنة فرق أولاً بعداً كنظن بأنه المصطلح للأمن الغدائي راح تطور عاد باش وصلوا وصلنا للسيادة الغدائي ولكن الأمن الغدائي متاناً قبل من السبعينات أو الثمانينات ديال القرن الماضي كل جميع كيتكلم على الاكتفاء الداتي الغدائي الاكتفاء الداتي ممكنش الكلام على الأمن والاكتفاء الداتي شكي يعني؟ كي يعني أنك تنتج مئة في المئة مما تستهلك أشياء بسيطة وواضحة بغيت تكون الاكتفاء كي تستهلك مئة مليون قنطار ديال الزراع خصك تنتج مئة مليون قنطار ديال الزراع على ترابي البالد ديالك في التمانينات مين ظهر؟ ظهر الحقيقة مرة الولاد هالقضية ديال الأمن الغدائي يظهر في الأدبيات ديال منظمة الدولية وعنده واحد مفهوم غريب كتعرفوا أنه التمانيات هي العشورية ديال التحرير أتوفا كل شي ما كيش يظهر بالعولامة وبالتحرير الأسعار والأسواق والخوصاصة وا 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 فهذا الإطار هذا قيل لنا البنك الدولي أساساً أنه الأمن الغدائي هو في الحقيقة في السوق الدولي ماشي داخل الحدود ديال واحد البلاد بغيت تقول له جستما بما أنه طبعاً هاتش تدخل معه في إطار ديال الإيديولوجيا ديال العولامة أي أي أنه بما أنهم تدفعوا بالكل البلدان أنهم يتخصوا ويخصوا الإنتاج دياله بشي حاسب الحاجيات ديال طلب الداخلي حاسب الحاجيات ديال السوق الدولي إذن في هذا المنظور هذا إلى البلدان كلهم باعوا ذلك شلي كينجو في السوق الدولي البلاد اللي عنده خاصات في واحد المادة معينة لا يوجد مشكلة يمشي للسوق الدولي ويصيبها إذن هو في أمن ولكن الأمن المفهوم أنه في الأسواق الدولية شرط واحد هو أنه تكون عندك الدو فيز لكي تشتري وماذا تكون عندك الدو فيز لكي تشتري طبعاً يجب أن تصدر وهذا كواد ستكون أي أنه حتى المنظور تشجع الدول لكي يصدروا وتقول لهم بأنه كل ما صدرتوا أكثر ما صدرتوا كل ما راه ستكون عنده الدو فيز وكل ما ما عندكم حتى شي مشكلة ديال الأمن السوق الدولية فيها كل شي طيب هذا المنظور ديال منظمة الدولية أي الأمن في السوق الدولية أرنام بعد جات لقيفه اللي قلتي في السومي ديال ستة وتسعين ألف وتسعين ألف وتسعين وجات بواحد المنظور ديال الأمن الغدائي اللي هو أكتر شمولية وأكتر توازن شنو هو المضمون بعجلة ديال هاد النظرة ديال منظمة الأمم المتحادات الزراعة بالنسبة للأمن هي كتقول لك باش يكون واحد البلاد معين في أمن غدائي خص خمسة ديال الشروط خمسة اللي يجينا نبسطو الأشياء ونوضحوها أولاً خص المادة المعنية تكون موجودة في السوق الوفرة تكون موجودة ثانياً تكون عندك المواطنين تكون عندهم القدرة الشرائية باش يقتنيوا ذاك لها إذاً خص الولوج فنظرو الوجود أولاً ثالثاً ولكن غتزيد عليها الاكسيسيبيليتي الاكسيسيبيليتي هي القدرة باش توصل ذاك المادة وتقتنيها إذاً القدرة الشرائية المداخل الداخل ثالثاً خص ذاك الإنتاج يكون في ظروف تتلاءم مع البيئة مع الموارد الطبيعية مع الموارد الطبيعية وطبعاً على الماء إذاً تكون في تناغم مع الإكراهات والإمكانيات ديال البيئة ثالي رابعة خصة تكون تحافظ على الصحة ديال الناس يمكن تكون هيا تكون كاينة وتوصل لها يستخدم ولكن كدست تهلك الصحة ديال الناس ما قد ناغم إذاً الأم تعني بأنه المواد تكون هي أيضاً صحية صحية وكيتين حتى اللي كيزيدو وكتلاءم حتى مع الحقائد والعادات ديال المجتمعات العادات الغدائية ديال المجتمعات رأم مختلفة فهي أيضاً بيمكنش تقول بأنك في أمن وتكدير واحد المنتوج لهم ما هوش تيدخل في العادات ديال الاستهلاك نعم إذاً أيضاً يكون صحي ومتلائم مع العادات وأخيراً وآخيراً وليس آخيراً هو الدوامة للدغابيرتي أي أن هاتش يقول له ما يكون شي غيضر فيه يكون دائم وقار طيب إذاً طبعاً كنا نلاحظوا بأنه هذا المنظور هذا هذا لما أغنى وأصح وأقوى بكثير من ذلك المنظور هذا يقول له بأنه منظور تأخذ مع الاعتبار الجوانب المتعددة بالإشكالية ديال الأمن الغذائي أرى أن السيادة المصطلح ديال السيادة في الحقيقة هو وراها خرج في نفس الوقت في ألف وتسعمائة وتسعين بالمناسبة ديال السومي ديال الإيفاو في ألف وتسعين فيا كومبسينا خرجت للعلان هذا المصطلح ديال السيادة وفي الحقيقة هو طبعاً ما يمكن تعتمد على هذا الشيء هذا كله تبان منطقي وإذا السيادة كتعني هذا ولكن شكي يزيد المصطلح ديال السيادة الغذائية؟ كي يزيد بأنه بلاد عنده السيادة من؟ كي يكون عنده الإمكانية باش يضمن ويدبط يضبط الاختيارات في المجال ديال الفلاحة السياسة الفلاحية مثلا إذا يكون متحكم في القرار حسب الحاجيات ديال السكان دياله أي يقوم بالاختيارات يتحكم في الاختيارات دياله ويوجهها أولاً حسب الحاجيات الداخلية ديال السكان ديال الطلب الداخلي وزيادة تزيد واحد الحاجة ليها مهمة بدون أن تمس بالمصالح ديال البلد الأخرى هذه مهمة لأنه بزياد أنك تكون عندك سيادة هي أنه عندك السيادة للاختيار أولاً كي تضبط السياسة الفلاحية ديالك كتقول غدير هادي وما غدير هادي إذا هي إيادة السيادة ودك الاختيارات أساسي كتصديره أخداً بعيداً تعتبر أولاً الحاجيات ديال السكان ديالك ليس الحاجيات ديال السكان ديالك ليس الحاجيات ديال السكان الدولية ولكن طبعاً بلا تمس بالمصالح ديال الشعوب الأخرى أنك كان عيش في واحد العالم الذي يتعايش ولكن نحترموا المصالح ديالك إذن هذه هي السيادة طبعاً كما نقول لك السيادة كتعني بأنه بلد عنده القدرة إذن باش يتحكم في القرار في القرار في الاختيار يتعلق بالسياسة الفلاحية الإنتاج التوزيع التطوير التكوين كل ما يتعلق بسياسة الفلاحية يعني الهاجس الأول الدافع الأول هو المصالح الداخلية والحاجيات الداخلية باش نقول لك هاد المصطلح ديال السيادة كيكمل كي يمكن نقول بأنه طبعاً الكمبخانسة ديكو تيدمج الامن الغدائي ولكن ديال المنظور ديال الايفاو التطوير دياله اللي كان بدك الخمسة ديال الركائز ولكن كيزيد عليه القدرة باش يكون عندك سيادة على القرار وعلى الاختيار كين الشطرين تنظن بأنه هما كين المديونية وكين السياسة الفلاحية وتبعاتها ولكن تنظن بأنه اللي غي يكون هنا مفيد هو ندمجوا بينتهم بينه كيف أن الإشكالية ديال المديونية هي في الحقيقة مندمجة في الإشكالية ديال السياسة الفلاحية وفيس فرسا أي أنه إذا قد نتكلم عن المديونية تبعاتهم موضوع شاسع الموضوع ماشي وادي لابغان مركزين على الإشكالية ديال السياسة الفلاحية والغدائية ومع القضيات السيادة المهم وتنظن بأن الحالة المغربي مفيدة جدا من هذه النحية حيث أنه القضية المديونية هي إشكالية كبيرة والاقتصاد المغربي هو من بين المشاكل دياله هو أنه اقتصاد دخل في واحد المرحلة اللي هو في حاجة بنيوية اللي المديونية لأنه علاش لأنه بلد من ناحية ديال الموارد راح ما عندناش موارد متعددة ومتنوعة بلد بحال المغربي ما عندوش ما عندوش البترول ما عندوش النفط ما عندوش إمكانيات كبيرة إذا ممكن نشوفه مثلا بحالة با الميزانية ديال الدولة راح الموارد الرئيسي والأساسي خصو يكون هو النظام الداريبي لأنه النظام الداريبي هو اللي كيمكنك عبر آلياس ديال الدرائب باش تقططع تحرق توظف موارد اللي هي نابعة من الاقتصاد من الحركة الاقتصادية بلاد بحال المغربي اللي قلت لك آه الإمكانيات دياله ماشي متنوعة خصو النظام الداريبي اللي هو بالحقيقة نظام ديال تمويل داتي ديال الاقتصاد خصو يغطي ثمانين خمسة وثمانين في مية على الاقل ديال نفقات ديال الميزانية مع الاسف بيكن شوفوه أرقام الإحصائيات مندو سنين إلى حتى القانون المالية ديال ثلاثة وعشرين ماذا نلاحظو؟ ماذا نلاحظو؟ ماذا نلاحظو بأنه في البنية ديال التمويل راح الدرائب النظام الداريبي كلهم كلهم جمعوا كلهم يغطي خمسة وخمسين في المية ستة وخمسين في المية ديال النفقات زيد عليهم ما يسمى بالنفقات الغير الداريبية أي شو ديال العائدات ديال الفوسفات وعائدات ديال المؤسسات العمومية وبعض الإعانات الاخرية شو كله غا يطلع لك خمسة وخمسين ستة وخمسين يطلع لستين اتنين وستين في المية كاتمقى ما بين خمسة وثلاثين واربعين في المية ديال الحاجيات اللي عابش قلتك تخنفوا حد النفق ما يمكن تنمو لها غير بالمديونية إذن المديونية رجعت حاجة هيكلية بنيوية عضوية في تمويل ديال الاقتصاد طيب هذي جهية ديال المديونية دابا اللي أساسي هو نبينو كيف أن اختيارات اقتصادية ولكن حنا هنا غد نركزو على الاختيارات الفلاحية باش نبينو كيف أنه الاختيارات الفلاحية أدت إلى المديونية والمديونية عمقت الاختيارات الفلاحية كين جدالية بينهم ينا بغينين نفهمون دابا الجدور ديال السياسة الفلاحية خسنا نرجعوا الستينات القرى الماضي كنت تعرفوا أنه من بعد ما كانت ذاك الأزمة أزمة مالية ديال بداية ستينة تلاتة وستين جاءت المؤسسات الدولية برانك الدولي الصندوق النق الدولي وضعوا في ذاك الوقت وقلسوا في المرعب وعمرهم ما تحركوا وقلنا نقول لكم أنهم ذاك الوقت الاختيارات الجوهرية الأساسية البرامج اللي كتف هذه البلاد بطريقة أخرى يد المؤسسات الدولية فيها إذا هذه المؤسسات دارت تقارير وخرجت بتوجهات اللي من بعد غنصيبها في التخطيطات أو المخططات الوطنية من المخططات ديال خمسة وستين ثمانية وستين اثنين وسبعين يلا كارك بعجالة وباش نلخزوا بزاف ونطحوا الأشياء شنوه التفكير اللي كان واللي مش غنقول لكم أنا أحسابكم عميزا نقول أشياء اللي راجعه لستين اثرا التاريخ هي اللي لازالت هنتم ما تفهموا لازالت إلي يوم إلي هادا قائمة شنوهي قيل في ذاك الوقت بأنه صحيح المغرب عنده مشاكل ديال الماء هو في ذاك الوقت ما كانوش يقولو المغرب عنده هاوية فلاحية من فوكاسون أغريكوت ولكن في ذاك الوقت كان مشكل ديال الماء ديال في جانبين أين بحدة ما مثلا في الغرب كانت تفيضانات المشكل كان هو الوفرة بزاك ديال الماء ولكن طبعا في ميادين مناطق أخرى كان مشكل ديال الخاصات ديال الماء إذا الفكرة هو أنه خص تشييد سدود اللي غد يمكن الناس عمل داك تواجون بين الماء من يهبط الماء؟ تستوكيه ونبعد تسجعه إلى آخير مزيان مزيان فكرة بلد بحل المغرب فكرة أنه يكون محاولة ديال الضبط ديال الماء المورد ديال الماء شيء ولكن قيل لنا في ذلك الأمة أنه خصنا نديره لأنه من يكدر هذا الاختيار هذا كان يبعد تسجعه اختيارات أخرى متعددة مشكلة بالضرورة أنك مثلا تختار السدود الكبرى السدود الصغرى مثلا كاين تلية حتى من ناحية القنوات الطرق السقي كاين الغابيتاء كاين الغوتاقوت كاين إلى آخرة المهم في ذلك الوقت بخيل بأنه خص الدولة لأنه في القطاع الخاص بحل الطبيعي أنه الدولة هي اللي غا تستمر دقييدا خص الدولة تشيد وتشيد السدود وتدير الجهيز ديال الأراضي باش تستقبل المياه وتدير سياسات عمومية متعددة ديالتجيع فيها الدعم فيها القرود فيها الإعفاءات الضريبية فيها التأطير فيها الترشيد فيها إذا سياسة اللي من بعد غنسميها سياسة السدود أي سياسة شمولية كتعتمد على من طرف الدولة بالمال العمومي سوف نجد كتشيد السدود كتجهز كتوجد سؤال هاد بما أن الدولة الخارجة عد مراه في إزمة مالية هاد الدولة ما عنداش لإمكانية إذن باش غا دي تستثمر باش غا تدير هاد المال احنا المنظمات الدولية ما كان مشكلة احنا هنا المديونية هاكو الدوين ماش تشيدو مزيح ولكن هالمنطق فاش غا تدير المنطق إلا بغيتي أنك تضمن الشروط باش تعيد تسديد القروض لهاد الدوين اللي داكتين شنو خصك؟ خص داك الاستثمارات اللي غا تدير في المناطق اللي غا تدير مناطق سقوية ما عندها مشكلة لما خصك في داك المناطق اللي هي المناطق المختارة تدير منتوجات اللي في النوم تقولوا غير تكون عندها قيمة مضافة في داكتين قيمة تجارية يدفالوخ كوميرسيال عالية بعد يقولوا قيمة مضافة عالية المهم تكون مربحة بالمعنى المالي مربحة ومعيدة تعيد بعائدات بالعملة الصعبة لماذا؟ لأن الديون جاث بالعملة الصعبة إذا خص المشروع يفرز الإمكانيات ماشي غير بالدرهم بالعملة الصعبة باش تكون يمكنها باشترت الديون إذا انتشتي المنطق بين منطق ممكن لكل واحد متطفق معها ولكن كالمنطق انك غادي تدير واحد استثمارات حنا غانا عطاوك الفلوس ولكن في ذاك الاستثمارات غادي تدير منتوجات ماشي باش تلبي الحاجيات الداخلية باش تلبي الحاجيات للسوق الدولية هي اللي غادي تسعطيك الإمكانية باش تسعطيك عائدات بالدوفيز بالعملة الصعبة واللي غادي تمكنك بالنكات الحارقية إذا شوفوا المنطق بهذا المنطق مش هنا اي كين حاجس مزيان انه الواحد يفهم الجذور الأشياء بعد الأشياء كتبان واضحة انه الانطلاقة مش هي مش نديروا سياسة كتتجاوب مع الحاجيات ديال الناس مش هي مش نديروا سياسة اللي كتتلبي الحاجيات الغدائية ديال البغربيات والمغاربة احنا امام واحد النموذج سميناه من بعد تصديري فلاحي تصديري اغرو اكسبورتاتور اللي المنطق دياله هو انه الهاجس دياله هو المردودية التحديد التصدير طيب اذا اتمنى يقول لك بأنه على مدى 40 سنة السياسات الفلاحية ديال المغربيات هي هذه انا قد هلكم باش من نلخصوا وقعت شهيد عدد هائل من السدود الكبرى با الان اليوم كتعرفوا انه عندما يقرب بيهو 50 سد وقعت جهيز ما يقرب حلان تقول الكتش على مدى 40 سنة ما يقرب سوى 300 الف كدر وفي ذلك الاخت باش نكونو منصفين في التحليل يمكننا نقولوا بأنه التغطية لهاد المناطق المسقية اللي قلتك هدي المناطق المحدودة من يخصان فهموا لي أنه بعد ذا من هذه القضية هدي راح نخلقنا مغربين مش حال هدي كنا نقدروها على المغرب النافع وخرب النافع ده برجعناها المغرب المسقي وغرب المسقي المغرب البوري ومغرب المسقي أي أنه عندك المناطق المسقية المناطق المسقية صحيح أنا كنشوفه هناك كتبقى 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 أراضي قاحلة كتدخل واحد لمنطقة المسقية كتبقى الخضراء والخضراء البيزاج كتبقى كتبقى الأشجار كتبقى النباتات كتبقى هذه أراضي محدودة محدودة اللي يستفيد كتبقى من الاستثمارات من الآليات ديال الدعم ديال الدولة بكل أشكالها طيب ولكن كتبقى من الآليات خلال عقود كان جزء المهم هو للمواد المصدرة مواد التصدير ولكن كان جزء آخر لا يستهان به اللي كان إما مباشرة ولا بصفة غير مباشرة اللي كيلب بالحاجيات الداخلية علاش مسلا بحدها بالنسبة للحليب الحليب خسك الفوراج خسك العلف إذا في المناطق المسقية تطورت إلى حد ما واحد القدرة الإنتاجية ديال الحليب على أساس المنتوج ديال العلف كان أيضاً في بعض ذلك مثلاً شوية السكار من تجوش سكار تراشي القصد ديال السكار شوية ولكن عموماً هاتش يبقى محدود لأنه دائماً كان الهاجز هو التصدير إذاً هالعلاقة هالعلاقة بين المديونية وبين اختيارات ديال السياسة الفيحة اللي هي اختيارات عكس المنطق ديال السياسة الناوطقية اختيارات كلها متوجة للتصدير بذلك المنطق اللي كيف أخدت لكم أنه كل ما أولاً من قد نصدروا غادين نديروا الانتاج لدات الربحية مهمة ثانياً الربحية بالعملة الصعبة الشيء اللي يعطينا إمكانية باش نردوا الضيو أي أنك كل ما رأك في حاجة باش تطور تطور داك المجال ديال هاد النموذج تصديري في الفلاحة كل ما خصتك تدير استثمارات كل ما داك الاستثمارات بتتجمولها بالمدينية كل ما كتزيد تغراق في المدينة بالمدينية إذن كتزيد تغراق فهذه الاختيارات وكترجع وحد الوقت وحد الدوامة اللي كتتتحبس فيها المجال ديال ديال الاختيارات ديالك نعمي كنظن بأنه في الحقيقة هات السياسة الحدود المحدودية ديالها بدأت تبان ما تسنيناش بزاف باش نشوف وعلاش لأنه بنت إكراهات ومشاكل ضغياء لأنه من جهة بان بأنه هات السياسة في الحقيقة هي انتقائية بزاف 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 علاش انتقائية سيلي لأنه كتأول انتقائية على الصعيد ديال التراب ها نفسي لكم بأنه اليوم دابا اليوم إذا شفنا مثلا الأراضي اللي استفدث من هات السدود الكبرى هي سبعمائة ألف كتار سبعمائة ألف كتار سبعمائة ألف كتار لما كتتكونش ثمانية في المائة ديال الأراضي الزراعية ثمانية في المائة أي أنه منك تقول هذا ثمانية في المائة والعشراء في المائة ديال الأراضي اللي استفدث منه إمكانيات هائلة ولكن في نفس الوقت راه تسعين في المائة ديال الأراضي ديال هذه البلاد أراضي ديال الأراضي العالم القاروي العالم القاروي العالم القاروي بما فيه السكان اللي عايشين فيه راه هم عانوا عانوا من تهميش لأنه منك تكرس وكتركز إمكانيات ديال كلها على عشرة في المائة ديال الأراضي بأنه الأخرى نسيتهم وهذا الواقع للجميع يمكن يعاينه وكترى شيء يقول لك في ذاك التسعينات ألفين راه البنك الدولي براسه داوت دراسات هما تخلعوا من النتائج بالوضع مثلا الفقر في العالم القاروي العيدان في ذاك الوقت ما كنش يحتل المائة بشوية ديال المكلمة الصالح الشور لا دولة إلى اليومين هادارة شحال ديال المناطق ما عندهاش المسالك باش توصل غير الأراضي للطرق القاروية يعني إذا خسنا نفهموا بأنه مين كتعطيها التوجه رك همشتي ثانيا أيضا مين كان بنجول على بالنسبة للأمن والغدائي مين كتعطي الأهمية كل الأهمية لبعض المنتجات متجهات تصدير وباش بعبارة بسيطة نقول الخضر الخضروات والفواكه هذا هو يعني مين كتعطي الأهمية كلها كيعني كيعني بأنك كتهمش ولا كتناسا ولا كمتعطيش الأهمية الضروية للمنتجات التي هي استهلكوها المغاربة القمح القمح طبعا والدرة والشعير وزيت الزيتون و القطنيات القطنيات والزيوت المتعددة وأيضا اللحوم إلى أخير في الحقيقة في الحقيقة شنو قا وقاع أنه قاعد تحول حتى في النموذج للسنة في المغاربة راها يمكن جدودكم لا يقولوا والدين والدكم ما كانوش يعرفو الفارينة كانوش يعرفو القمح الزراع القمح أي السلط ولا طبعا الشعير كيعرفو ما تعرفوش زود النباتية دم اللي كان كيعرفو زود زيتون وقع تحول وهنا يمكن يقولوا خلت لك من الآليات كانت الآليات ديال الدعم عبارو ديال صندوق المقصة راها كان عندها كان عندها مسؤولية في القضية ديال انه شنو قا وقع بأنه الدولة بدات كتدعم بنتوج اللي ما كانش المغاربة ما كانش في النموذج ديال كانت استهلاك لمغاربة وبدات كتدعم المواد اللي كانت سيستهلكها المغاربة مثلا ما كانتدعم الطري القمح الطري وما كانتدعم القمح الصلبولال الشعير مثلا كانتدعم الزيت النباتية اللي ما كان لك لديها وما كانتدعم الزيت الزيتون إلى آخر هذا ما يعني؟ كانتدعم بأنه شوية بشوية طبعا أخدا بعيدا اعتبار تدهور القدرة الشرائية دائما كانتدعم تدهور القدرة الشرائية الزيتون طبعا يجعل أنه يمشي لما هو أقل أقل سعر يمشي المادة الرخيصة مثلا الفارينة الخبزة 20 ريال 24 ريال رخيصة لأن الدولة تدعمها ولكن عمليا الناس بدأوا يمشي المواد المدعمة ولو أن المواد هي الأصلية الزيت شوية بشوية المواد الأصلية رجعت كماليات كماليات في حالة زيت الزيتون لا يمكن أن يستخدم زيت الزيتون لا يوجد 80 درام أو 100 درام إذا وقعت تحول حتى في النموذج الاستهلاكي المواد المهم المهم الخطير في الأمر هو أن بشوية بشوية وقعت نوع طلاق بين النموذج الإنتاجي والنموذج الاستهلاكي بعبارة أخرى كنا نقول بدينا كنتجو ما نصدر إذا ما لا نستهلك بالكفاية وبدينا كنستوردو نستوردو وبصفة كبيرة كبيرة ما لا ننتج إذا الإشكالية اللاء من غداي هي هذه هي أننا وصلنا واحد المرحلة التي نقول لك كينطلاق بين الاستهلاك والإنتاج ورجعنا تابعين تابعين لاستيراد أي للأسواق الدولية بمشاكلها بمشاكلها وبدينا والمفارقة الكبيرة أيضا اللي بنت تهياء أيضا وأنه يقول يا ريت غير كانت بعدها طيب احنا درنام جهودات باش نديرو باش نتجو الفواكه والخضروات بوفرة باش نصدرها للخارج مزيان درنام جهودات استثمرناها درنام جهودات امكانية المؤكلة كلها دينام جهودات وكركزناها باش نصلها لدينا وحد القدرة تصديرها في هاد المواد ايوة المشكلة شنون يقع هو أنه الاسواق اللي كنا كان نراهنوا عليها باش حقيقة تنبعوه من هذا تشد أي أنه ذاك اللعبة اللي قالونا دي التبادل الحر من جاءت على محك التجربة وبان بأنه عندنا قدرة اللي يمكننا إفكتي ما من ذلك المنطقة ديالهم أننا نصدره ما طيشه مثلا في الأسواق الأوروبية بجودة عالية وبسعر لعمة أقل بكثير من ذلك إذن سعر اللي غاد يعطينا واحد القدرات تنافسية هنا بحل المنتجين ديال الأوروبا بتعونا اللوبيات ديال الأوروبا ما تخلناش لعبين هذا بحل ما لعبينش ما تخلن هاد اللعبات ما خرجتناش إذن بدو تعددو الآليات الحمائية اللي ما عندناش لوقتوش ندخلو في هذا الديتايل ولكن ممكن يقولك بأنه النتيجة الرئيسية ديال الأوروبا الأساسية هي أنه حدد بالإمكانيات ديال تصدير ديالنا ما بقيناش نقدو نصدره كيف ممكننا نصدره فهال هال المفارقة من جهة دخلتي في واحد الدليس ديال التبعية اللي بديتي كاتستورد 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 باش تتلبيل حاجيات ديالك ومن جهة أخرى وجد واحد القدرة التصديرية تنافسية مهمة ولكن مواجهة بالحماية بالطرف هادوك اللي تيعطيونا الدروس في السوق الحرة في التبادل الحر وفي 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 مواجهة المغرب الأخدر الحقيقة المغرب الأخدر الحقيقة المغرب الأخدر الحقيقة يتخبر اطلق لا اختيارات اللي تكلمت عليها لا ازالت هي الاختيارات اللي المغرب الأخدر قد يكرسها ويعمقها ولكن المغرب الأخدر غادي يجي باش في الحقيقة الهدف ديله اللووه هو تقول بأنه أنا عندي يمكنك الواحد الهدف فوق كل الهدف هي الانتاجية البروديكتيفزم هذا نموذج هو تعلن لكتقرأ الوثائق تعلن بأنه هو الشغل شغل هو الانتاج ثم الانتاج الانتاجوية البروديكتيفزم إذن ولكن البروديكتيفزم يعني بأنه ستعطي الإمكانيات باش تهز من الانتاج أعلى مستوى ممكن ولكن يبقى أنه الانتاج من أجل تصدير من كتقرأ الادبيات والوثائق يكونوا واضحين لأنه على الأسف بعد ذلك يستطيع أن يكتبوا الطارق كيف يبغير ستأخذ الوثائق دينا المغرب الأخضر دينا 2008 وال2010 في البداية دينا التصوير في 2010 لا حديث على جد لا حديث على الأمن الغدائي ولا السيادة الغدائية هذه وكأن الناس اللي كتبو دك في نيويورك كتبو دك شي هذا هو الصحيح في كتب الدراسات دينا ما هو ماش هنا ما عارفينش حتى مثلا في التوقعات لتدير مثلا دي برويكشن أضعف الإيمان كتدير برويكشن دي الإنتاج والبرويكشن ديال استهلاك باش تقول أنا راني في 2008 ولا 2009 راني باري نشوف شنوه الوضع في 2020 إذن كتقول هالإنتاج كيفش غايتطور زيان هالستهلاك كيفش غايتطور باش نشوف في 2020 شنوه التوازن بينهم واشغنكون حقيقة في وضع لي أمن أو لا أمن أكثر أو أقل من الوضع اللي راني هنا شما كيش البرويكشن دي التوقعات اللي كانت كانت نحاصر في الإنتاج ها يتقول لك في 2020 غايتطور واحد الإنتاج معين ولكن هاد الإنتاج ديال 2020 شكي منتل بالنسبة لساناك باشقو في آخر المطاف ما كنتشو باش نلبيو وحد الطلب إذن داك المشتوى ديال 2020 شكي منتل بالنسبة للاستهلاك ديال نفس المنتوج في 2020 المشكل دي هذا مشي مشكل دي للمغرير الأخضر لا يطرحوا هاد السؤال ولا يعتقيني التنبيه ونواضحين نضي واحدة ثانيا الموارد المائية الموارد الطبيعية ما كينيش راه تعرفوا بإنه وجوش تمام من البيت التهارات اللي في البداية من البداية عداد ديالناس مع اللي مهتمين بلقراه بلاك شي تقوله ومع أنه 2008 خضية الإشكانية ديال تحولات المناخية وديال الماء وديال المطروحة بالساعة وكأنه تقولوا هاد شي غا تديروه بأي موارد كيف هاش؟ أي موارد السؤال منطوحة تقول لك حتى 2011 2012 من الأشياء بنت بزاف تقولوا معيقة أنه كل شي تقول بها أنه وكيف تقول لكم المعرفة وخرجوننا ذلك الحكاية ديال تسقي بتسنقيت ذلك البرنامج لدابة ورجع البرنامج ديال السقي بتسنقيت ورجع من بعد ديال برنا في كل ما في أي مناسبة ترى شيف في هادوك ديال السالون ديال فيلاحي ديال مرارك ديال بكناس كل سنة ديال الناس كيسولوا كيحطوا أسئلة إيوا المشكلة كيفش المغرب الأخضر كيدير بالنسبة لموارد طبيعية موارد طبيعية تحولات مراقية الجواب ديال الواجيش كل ما احنا عندنا البرنامج ديال ديال تسقي بالقوتاقوت بالتسلقات هادا هو السؤال هادا هو الواجيش الجواب كان ديرو كان وسعو المجال ديال التسقي بالتسلقات إذن هادا هو هادا هو مواش بعدها بيغت النظر يمكننا يلا بغيتين تتكلموا على الانحرافات اللي وقعت بالنسبة لهاد برنامج ديال التسقي ديال السقي بالتسلقات ولكن مواش الاشكالية ديال الموارد الطبيعية كتنحصر هادا القضية ديال مش كيه والحالي يمكن لي أقول لك بأنه هادا هاد البرنامج هكدا كيف كيف تطبق راه كان الجنتي اجعلوا ارجعتها عكسية بيرفير بأنه من كتعطي مية في المئة كتعطي دعم مية في المئة إلى حدود الخمسة ديال الاكتراس مية في المئة ديال الدعم راه شمناتشين بتجاريب دينا عدة دراسات في عدة مناطق مية في المئة في المئة ديال السيس الحاجة إلى أخير كيتشو بأنه بعد الناس هاد تحول لي خطير وننشوفو دابل الاطار دياله بالنسبة للفرشة المائية إلى أخير الناس كانت تدير فلاحة بورية إذا كيتدير إنتاج اللي كيتلأب مع المناخ البور ديال والأراضي البورية وكين واحد توازن جيتي من اليوم من الآخر قلتيلو هاكا سيدي خمسات الكتارات ديال ديال بجانة لشبه بجانة ديال 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 مشعور الفلاحة كلهم ديال ناحية كلهم صدقو كيديرو موا مأبنجوج اللي القدرة ديالها ديال القيمة القيمة المضافة والقيمة السويقية ديالها مرتفعة أكثر ديال مربيحة أكثر ولكن تستهلك الماء كل شي بديدير ماطيشة ولا كل شي بديدير البصلة ولا كل شي بديدير المهم الخضروات اللي كيتستهلك الماء ولا الأشجار إذن شو كيفاش مصدين تطلقتي من واحد الفكرة اللي هي في حديداتها تكون مهمة أي أنه استقي بالتنقيد غاي محتمال مفروض أنه يقتصد الاستهلك ديال الماء ولقيم إلا في نفس الوقت خمسمائة آلف ديال الفلاحة في واحد المنطقة كلهم دوي خلاوا داك شي اللي كنت يديروا من قبل كلهم تيديروا منتوجات اللي كتستهلك الماء إذن ونفس الضغط على نفس الفرشة نفس الفرشة شكرا؟ إذن الفرشة بدت تتعاني أكثر فأكثر من الملكين تتعاني من القبل والنتيجة هي عكسية حيث أنه في هذه الضمان ناطق هذه الفرشة هبطت بزاف بصيفة خطيرة إذن نعطيك هدو بعد الأمثلة الدالة اللي كتبين بأنه مع الأسف المغرب الأخضر إذن استمر في التوجهات العامة أعطى إمكانيات إمكانيات هائلة لأنها دول المغرب الأخضر رهبية وخمسين مليار أعطى إمكانيات هائلة ولكن ما أعطوهم أعطوهم لما يسمى ذلك الركيزة اللولة أي نقوله بالأشياء ببساطة كيبار في اللحين كيبار في اللحين أعطاهم الإمكانيات بدون حاسيب ولا راقب لأنها على الأقل نعطيك إمكانيات ولكن على أساس أنه على الأقل تكون عندي رأيي في ذلك الشيء اللي ستغدر بها لأنك غد تلتج غد تتشج غد تستهلك بواريد طبيعية اللي هي بلك الجميع الماء راه بلك الجميع دلي لكي رواد بدون حاسيب ولا راقب إذن شو أعطي النتيجة هي اللي كان عشو اليوم؟ النتيجة هي أنه عادات ديالكبار اللحين والمطاق المتوسطين نستفدوا استفدوا وكبروا الإمكانيات ديالهم قدرة الطاقة الإنتاجية ديالهم الطاقة تصدرية ديالهم وربحوا الفلوس ورقموا التراوات مزيان أيوة؟ والبلد؟ واش؟ دابع نحن كنشوفوا الوضع واش ممكننا نعتبره؟ بأنه المغرب الأخضر ساهمة غير ساهمة المغرب الأخضر موحدة قسط معقول فيه نرجع للسؤال الأساسي فيه تعزيز الأمن الغدائي ما نتكلمش على السيادة غير الأمن الغدائي ديال المغرب هنا كنشوفوه مثلا ونتنظم بأنه ما نلاحظوه اليوم مهم جدا هذا النحية لأنه ماذا؟ ماذا تعطي الإمكانية وبعدها تجعل الناس يبغى طبيعي أنه الذين عندهم إمكانيات بيش يصدر كيف يصدر هو مش يشغله الضبط ديال التوازن بين السوخ الداخلي والسوخ غري مش يشغله وإن الدولة لم يعطى شرصها هذه المسؤوليات كلها يهتم بهذه القضية إذا ما يعطي أنه الإنتاج كاين أنه الأزمة ديال المتاشر الإنتاج كاين ولو أنه كاين البرد وكاين وكاين نسبي الإنتاج كاين ولكن المنتيج مصدق أوروبا ولو أنه دكشي بحدود وكاين الحماية وكاين وكاين ولكن المحن دكشي اللغة يصابت أوروبا وكاين يطاها كاين يعطيها أورو لأورو ونص وهنا غادي يعطيها جوج درهم ولا ثلاثة درهم إذا كيف تضل أنه يبيع إذا هدو المفارقة كاين الإنتاج ولكن دك الإنتاج كيمشي الخارج والسوق الداخلي كاين تصدق في حاجة وكاين تصدق لا الشيء اللي اللي فريدة مع مرلش منها في التاريخ أنه مطيشها تلعة خمستاش لدرهم وربعتاش خمستاش لدرهم هذه المرل إذا واش ممكننا نعتبره بأنه المغرب الأخدر سامة في تعمق لا أمن لأن هذا لا أمن ما تنسى وش نقول في البداية قلت بأنه الأمن رأى على الأقل المادة ستكون ولكن تكون عندك إمكانية باش تشيرها إلها هي كينة ولكن مطيشها بخمستاش إذا رأى ما عندك إمكانية إذا رأىك في لا أمن إذا رأى جزء ما كينش دراسة مع الأسف ما كينش باش نقول لك رقم هذا المسؤولين يدغوا دراسات وإحصائيات ويعطيونا ولكن كين يقول لك بأنه في جزء مهم اليوم اليوم ديال المغربة وما في وضع لا أمن بدك المفهوم اللي قلت لك واقعه مع الأسف ما نتكلموش على الواقع على الصحة لأنه دمان فهذه أيضا راح المنتوج اللي يبقى في المغربة مع الأسف اللي كيمشي الأوروبا هو اللي من ناحية ديال الكنترول ديال الصحة ديال هذلك ما كان مشكلة ميمكنش يوصل يمشي السماء إلى مكانش يلبي دعما المعايير كلها ما يبقى غالبا مع الأسف كيف يبقى غالبا في تبلع في العبارة ديال المهنية كانت تكلمو عن الزكار دو ترياج أي ميكتدخول المهنية لذلك عندك المعايير ديال الكنترول كالبا يبقى ديال المعايير ديال الأوروبا يمشي ودك الشي اللي كي طاح اللي كي بقى واللي كي بقى واللي كي بقى كي بقى السخة الداخلية دمي إذا بكل صراحة زعماء بكل معايير الأمن الغدائي ديال المغاربة ماشي هو كي يزيد يتدهور يتدهور سنة بعد سنة ناحية غير بعدها الوقائع كتتعرف بأنه في المغاربة ما أعتبر بأنه كين خمسة ديال المجموعات ديال المواد غدائية خمسة اللي هي كنسموها مواد استراتيجية حيوية اللي دايوغية اللي دخلت فيما سمية بالعرض المغربي اللي للقات في 1994 كانت تعرفوا ما أنه من كانت اتفاقية ديال اللقات في 1994 كل البلد كان عندهم إمكانية بيجري لواحد العرض أي بواحد المجموعات المواد اللي يعتبر بأنه هذه ما تدخلش للمجال ديال التغير مباشرة يكون مازال عندها واحد النظام استثنائي كنا نقول هدو هما هدو الخمسة ديال المجموعات شنو هما عندك أولا الحبوب الحبوب بما فيها القامح والشعير الأخير الحبوب عندك ثانيا زيوت زيوت نباتية طبق زيوت الزيت تون عندك السكر ثلاثة عندك الحليب والمشتقات دياله أربعة وندك اللحوم البيضاء والحمراء خمسة إذن هذه مواد اللي ممكن الواحد يعتبر بأنه خص فيما يخصها هذه المواد وصل الواحد للمستوى دي الاكتفاء الديتي اللي هو عالي إلي ما يمكنش يكون مئة في المئة وده صحيح أنه صعيب الواحد يتصور بأنه الظروف ديال التربة وديال المناخ وديال يعطيه الإنجانية باش يدير مئة في المئة ما يمكنش الواحد يكون يكون اكتفاء داتي في المئة في المئة في كل ولكن على المحل هدف طموح أنك ستضمن اكتفاء داتي مقبول بالنسبة لهذه المواد طيب اليوم إلي شنى شنو هي هاد النسب ديال الاكتفاء الداتي أو التبعية اللي بغتي لأنه مئة في المئة إلا كان إلا عند اكتفاء داتي بستين هذا يعني بأنه التبعية الرئيس بالنسبة للحبوب أولاً بعدها الحقيقة بحكم التقلبات بحكم المطارية المناخية بحكم الجفاف بحكم في الحقيقة المسار للإنتاج للحبوب هو متعطر جداً ومتقلب جداً إذا كينا سانة هانتها بحكم حالة بايلة أخذينا سنوات ثلاثة سنوات للمخرين دقنا ثلاثة وثلاثين مليون دقنا مية واربعة مليون قدار ثلاثة واربعة مليون قدار إذا أستطيع لكم تقلبات كبيرة إذا الاكتفاء تابع هذا يمكنني نقول لك بأنه ما بين أكثر من ستين في المئة أكثر من ستين في المئة على الأقل هي تابتة تابعية تابتة بالنسبة كي نعتني هذا إذا ن parachute لميص الدرّة lens للأس هكذا للحمر فيض ه استطيع هذه قيدة درّة كيف تتعرف ك Jakob إنه انه ثلاث ltd cyber cg lát ers نصرة في كل فادي لها رهام العلف والعلف هو بالنسبة لهذا هو المايز إذن هذا شيء حيوي جدا مرتبط بالاكتفاء بالنسبة للحوم البيضاء لأنه تقول لنا تقول لنا بأنه عندنا اكتفاء بالنسبة للحوم البيضاء شوانا عندنا اكتفاء ونتظر النصرة كنزيبون أخر لأنه بالنسبة للضرة مئة في المئة دي التبعية سفر اكتفاء ما كانت تتكلم على الكباب اللي كيت تنكيله من الصحفي هذك هابي شيء ولكن الضرة اللي كتجي وكتب يدخل في المكلة ديال ديال الدواجين الأخيرة مستوردة مئة في المئة السكار السكار كنا طلعناه واحد اليامات لهذه واحد الاكتفاء الداتي 55-60% وعودها بطلعها 43% دابة حاليا قل نصف صافيا نحن نصف واحد خمسين في المئة نكلي نقول لك بأنه منذ خمسين سنة لأن هذه خمسين سنة كنا وصلنا النصف وهذه خمسين سنة ونحن كان خمسين الحالي بالمشتقات كنا وصلنا لواحد المستوى ديال الاكتفاء لا بأس به انت اللي نقول لك بأنه دابة معها لشفاف اللي دا ستتغى راح عود كنا بطلع بالنسبة للحوم هذا شيء غريب لأنه أيضا نقودك دجا بالنسبة للحوم اللحوم البيضاء كين التبعية بالنسبة للمدخلات ولكن دابة الآن الشي اللي عمر لا مدرنا اللي عمره ما كان كتتتعرف بالنسبة للحوم الحمراء اللحوم الحمراء كتتتعرف أنه ما كنا كان المغاربة ما كان كان ستغل دوش كنا شكنا ستغل دوش إنهو لأنه دابة خسنا نعرفوه حتى بالنسبة ل لذلك بعض الكميات اللي طفيفة كانت تسرل كانت تسرل دايما يجئ لتليبيات الحاجيات دي الدفاع الوطني اللي كازار حد ربعالاف خمسالاف طن دابة هتو ما كانتشوفوه بدين كانت استغدو دولاد العام تيقولوا بأنه نستغدو ثلاثين ألف ديال اللي بقار من البرازيل لكن مشي كلها من البرازيل من البندان أغبية أخرى إلى آخر ولكن شيء آخر هذي شيء جديد هذي هذي تباعية لأم جديدة بالنسبة لها طيب إذن هوا الطابلو تباعية قوية الزيوت 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 كتعب بأنه إلا زولنا الزيت الزيتون لأنه نقول زيت الزيتون ما شيء هي المادة اللي كيستهلكو على المغربة اللي كيستهلكو هو النباتية هذي زيوت نباتية 98% في المياة ديال التباعية كان جوجوش في المياة أي شيء آمي شيء آسف أي خاتل كما هنا يمكننا نقولوا بأنه حقيقة كل ما نستوردوه كل ما نستهلكوه نستوردوه إذن هاتاك تشوف القمع الدرع السكر الزيوت اللحم الوضعية اليوم يمكننا يقولون بكل مضعب لا مزايدات بلا يمكننا يقولون بأنه الوضعية تجاه الأمن الغذائي هي أصعب أصعب مما كانت عليها مدعيان لا نحسد عليها ومع الأسف نحن نشوفوها ماشي إذن هذا هو الوضع دب السؤال دب السؤال ديالك قلتي هاد الأوجوه هاد الأوجوه هادي قسنا نعرفو بأنه في الحقيقة دب كان كيف قلت لك ما نستهلكوه كان جوز كبير منه كنستهودوها وفي نفس الوقت أنا قلت لك راحنا ماشي تابعين غير بالنسبة للاستيراد ما تابعين أيضا بالنسبة للتصدير حتى الأشياء اللي كنستهدروها حنا في وضع ميزان قواء مع مرما تنسا هذه القضية هادي راح قضية دائما ثفت تجارة بكل شي قضية ديال ميزان قواء ومشكل ديالنا شنو هو هو أننا ما نستهودوها هي مواد استراتيجية حساسة أساسية ما شئو على البلاد على الصعي الدولي القمح السكار الزيوت هادو أشياء على الصعي الدولي أساسية استراتيجية ما نصدروهم على الأسف شو كان نصدروه كان نصدروه خضرات الفواكه القيمة استراتيجية دياله ما يمكنش لوحد يعتبر بأننا عندهم قيمة بحل إذن ما يبعت على واحد الميزان قواء اللي ما على الأسف مشي في صالحنا لا كان نصدروه أشياء حاوية عندها قيمة على الصعي الدولي كان نصدروه أشياء لنمحان عندها أهمية ولكن تنوية إذن القدرة التفاوضية ديالنا تضعف لحكم هذه البنية هذه يعني قلتك ديالما المشكي لم يكن نصدروه لم يكن نصدروه من أحد الرأي ديالنا كان نصدروه بالأسعار الدولية لم يكن تكون مرتفعة كان ناكلوه العصاء وكان ناخدوه لكلفة كيفا ولكن لم يكن نصدروه وإذن كان لتفاوض باش تاخد شي حاجة وكان نعتبروه غالبا كان ندوزو السنوات وحنا كان نتفاوضو باش ناخدو واحد لعم واحد الأشياء اللي هي طفيفة جدا نتعطيك بعض آلاف ديال الأطنان فتاك الكوتا لأنه يلزم عليك مثلا بحده في الدماتج يلزم عليك كوتا كوتا فإذن كترجع طاقات ديال التفاوض كلها كتمشي في أشياء اللي هي بسيطة جدا ومن كتاخدها كتكون كتفرحان إلا أخذ ديتيها وفي المقابل مي كتستورد ما كيش كيخاش كتستورد بالشورة الدولية وكت إذن هده هي هده تباعية اللي أنا كنشوفه مع الأسف هي مشي غي تباعية بالمعنى الطعام ديالها تباعية عندها كيف تقوله دي سيركونسطانس أغرافان استدر في واحد الظروف اللي غير مشي في صالحنا الظروف اللي كتكرس أنكر بلس التباعية تباعية مشي غير كميا ولكن أيضا كيفيا نوعيا دابا اتفاقية ديالتبال الحر حسنا نعرفوه بأنها جات في واحد المثار تسعيناس وبالمفهوم اللي كنعرفو دابا لأنه المغرب كتعرفوه بأنه هو اتفاقية ديالشاركة مندو استناس ديالالقرر الماضي مع الاتحاد الأوروبي الاتفاقية اللولى ديالشاركة مع الاتحاد الأوروبي رادناها في 1969 طبعا الاتحاد الأوروبي هو الزبو الأول هو السوق الأول لأنه هو المو الأول كل ولكن اتفاقية تبانو الحر بالمعنى اللي كان أعطيهه هدفة الآن أي اتفاقيات للهدف الأساسي ديالها كان الحقيقة هو فتح الحدود كيف تقوله فتح تحرير المبادلات بصفة كاملة وشاملة هنين هذي الاتفاقيات تنمى تسعينات وألفين المغرب واحد نقوله داك عشر سنين بين 95 و2005 2006 وقعنا على اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي 27 و28 ديال البلدان في إطار الجامعة العربية 22 ديال 21 و22 ديال البلدان في إطار كان اتفاقية مع الولايات المتحدة أمريكية اتفاقية مع تركيا اتفاقية في إطار ما سمية باتفاقية أجدير أي بين أربعة ديال البلدان المغرب تونس مصر والأردن واللي كيجمعهم هو أنه أربعة ديال البلدان كلهم في اتفاقية ديال التبادل مع أوروبا وإذا داروا اتفاقية بينتهم باش يرجع الاستفادات تكون شاملة وكاملة زياد عليهم الإمارات المهم يمكن يقول لك أنه في عشر سنين من المغرب سنية مع واحد الستين بين خمسة وخمسة وستين ديال البلدان طيب خصنا هذا 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 مصار هذا في إطار واحد المصار لأنه نقول لكم كان كان منظمات مراكز القرار على السعي الدولي ما عندها غير خطاب واحد التحرير التبادل الحر التبادل الحر التحرير التحرير الشيء كان واحد المصار اللي ما يمكنش أنه تدير علاقة مع مع منظمة وما تقول لك شيء بأنه تدير اتفاق يدير تبادل الحر مع 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 إذن المشكلة المغرب شنو في الحقيقة هو أنه دائما كان الحر القضية ديال ميزا القوى والقدرة التفاوضية رخنا عرفوا بأنه جل مع الأسف هذو أشياء عجناها وعينناها جل هذه الاتفاقيات بعدها الهاجس الأول كان سياسي ليس اقتصادي سياسي أي اعتبارات سياسية هذو أقول لك المثال هو مع أمريكا أمريكا العلاقة التجارية مع أمريكا كلها الوضع ديال العلاقة التجارية مع أمريكا هذو أقول لك أنا ما كاش تدعيش اتفاقية ديالة بدل الحر كيف ولكن المنطق كان سياسي لأنه كذا من تنساش وأنه من بعد الحرب على العراق بوش كان خصو سياسي يبين بأنه أمريكا لم يشغل كتتضرب في العرب كتت هلك فيهم وتدعوا لهم الحروب تدير معهم التجارات إذن شو هذ البلد اللي يمكن يكون تلميذ جيد قرار سياسي القرار السياسي تأخذ بعد ومن بعد عاد جاء الخبار العراق وجول التقنيين ماشي يشوفوا هذ القرار السياسي شنو المضمن هنديروا اتفاقية التبادل وشنو هنديروا فيها العثقية هذا الواقع هذي كيعني أيضا بأنه مع الأسف هذي بجينا التحضير ما كانش جيد احنا شفنا ذات شي كنا كان عينوه التحضير يشي المادي الأدبي المضمن مع الأسف من كان يفاوض ما كانش تحضير في الولايات الالتحيدة كان عندهم تمامية ديال الخبارة كيحضروا احنا كان عندنا جوجة وثلاثة في الوزارة كيحاولوا يديروا وثلاثة 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 المهم ما كانش عموما في إطار هاد ميزة القوى اتفاقيات ما كانش ممكن تكون في صالح لا والنتيجة جاءت من بعد وش كتتصور هذا كانت عيه ثلاثة تقول له ها واحد البلاد در اتفاقيات تبادل الحر مع ستين بلاد وفي عجز مع ستين بلاد يبقى هدا الواقع در الاحصائية تلك تتكلم واحدة المغرية في عجز تجاري مع كل بلدان اللي در معهم اتفاقيات دير تبادل الحر كان بعد السنوات بعد استثناءات هنا ولا هنا المواقع هو هدا اليوم هدا مشكل هدا مشكل كي يبوزعيج يجعل نخصنا نتحطه على رسنا سئلة لان إلا بغيت يتقول بأنه كان واحد الجاني مازوشي لانه انت عارف رسك خاصك وكيتمشي وخسرتي يوا كيف ماش نبقاو في الموضوع العلاقة بين هاد الاتفاقيات وان الامن الغدائي هذا هو المشكلة لأنه ليس قضية غير ديال الوقع التجاري احنا في عجز مزيان يا الله ولكن اللي غالبا ما كانت تطرقولوش هو الوقع ديال هاد الاتفاقيات على الامن الغدائي على الموارد الطبيعية لأنه منك تكون في هاد المنطق انه شنو شنو اتفاقيات منك تبادل حور هي الدولة كتقول لك كتقول لك كتقول لك كتقول لك المنتج لمصدار كتقول لك انا جبت لك اتفاقيات انا فتحتك لك الأسواق ايو يا الله اذا اذا كتقول لك كتزيد تكرس وتزيد وتعمق دك التوجه التصداري الانتاجة وتصداري إذن على حسابيش على حساب الموت الأساسية على حساب الموت الداخلي الغدائي الداخلي شيء واضح هي أنه فتحوا واحد المجال لمن مشي للبلاد باش تحصل الأمر الغدائي دي الاتفاقية تكتفتح مجال لي المصدرين باش يحاولوا يزيدوا يصدروا واش كاينيش حولières لما نشحول ذلك شيء أخر واتانيا اللي كانت سأخوا أنه اتفاقية طبعا الآن مش نفهمو التعميق ديال التبعية لأنه ورا شوف اتفاقية ديال التبعية الحرية أنه كان فتح السوق ديالي وكاتفتح لي السوق ديال كياك هذا هو إذن البلاد الآخر فتح لي السوق دياله 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 في السوق دياله هذا شك يعني كيعني بأنه ورا الكوراها عندي المصدرين هم تيجين ديالي خصوبي يجيوا دينامية وحيوية ومشيوي ولكن بما أنني أنا كان في تحصق ديالي كمعان هذا متعلق أيضا بالقدرة ديال المصدرين ديال هم مش يجيوا في هذه اللعبة هذه مع الأسف خسرناها عودبان بأنه مع الأسف مع الأسف مع الأسف خسرناه لأنه أنا كان شوفوا ده مثلا حدا لا بالنسبة مثلا العلاقة مع توركيا ولا مع الأميلي كذا شكا نلاحظوا كان نلاحظوا بأنه محل على البداية ديال المتش وبدوا كيلعبوا كيلعبوا بزيان 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 إلى حد أنه البيوت واحد ما لقى الخور وحنا قلسين كنتفرجوا هذا هو الواقع هذا هو الواقع توركيا حتى من العشر سنين الأولى ما كانش عندهم نفس المتيازات اللي كانوا عندهم مصدرين ديالنا ومع هذا استطعوا بش أنهم دابكي عشرين مليار ديال ديال العجز ديالنا مع مع توركيا كيفش قد تفهمها؟ مع الأسف تفهم بأنه المصدرين ديالنا ما عندهم مش داك القدرة داك الدينامية بش مشيو يدرسو الأسواق الخارجية ويديو ولكن في المقابل كان هذو كل أخرين كي يجيو زيد على ديالنا مع الأسف لأغلقها بش نرجع على الاستيراد أغلبية ديالنا كيف تضلوا أنهم يتخصوا في الاستيراد ما شيف تصدر كتعرف بأنه هذو أرقام اللي إجمالا زعمها رسمية عندنا ما يقرب من خمسة ألاف خمسة ألاف مصدر ولكن غير ولكن المصدرين دائمين تصدر لكيس الدروب لصفة منتدمة خمسمائة وعندنا خمسة وعشرين ألف ديال المستوردين خمسة وعشرين ألف هذو أرقام دالة كتبين بأنه الناس عندنا ما شافوا في التبادل الحر غير الربح عبر الاستيراد مش عبر التصدير عبر التصدير إذن كين دبا اليوم اليوم تبنات تقوّت واحد اللوبيات قوية ديال المستوردين اكثرها شيء في المواد الغدائية المواد الغدائية إني رجعت أنه كان واحد الكميات المستوردة قلنا نقول كتب حدا في النسبة للقمح كيف ما كانت الموسم الفلاحي أنه منطقيا متى تكون سنة جيدة نعم المغا تقول بأنه تستيراد شان خفض يخفض يخفض يمكن تدير مئة 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 مليون قنطار وربعة ماء مخصق شكرا تستورد ومع هذا تستورد وربعين أربعين ملون قنطار كيف كيش ديالها كيش ديالها بأنه كين روبيات قوية لتمركزج ورجعت أنها تستورد بغض النظر على الإنتاج الوطني وبما أن اتفاقية تبايد الحر بحكم اتفاقية تبايد الحر كتعطيها هذه الإمكانية إذا كترشين لأنها كتربح في الاستيراد كتر من اللي غتتربح في الإنتاج الداخلي إذا كتشوف كيف أنه تفاقية تبايد الحر أوتوماتيكيا كتعمق لك الإشكالية ديال تباية الغدائية كترجع آلية من الآليات ديال الضغط وديال تدبيق المصالح ديال اللوبيات معينة إذا كترجع مرهونة بمصالح معينة الأمر الغدائي ديال البلاد كترجع مرهون بمصالح ولوبيات معينة تغييرات المناخية هي كنعرفونها والآن راجعة لتحولات في النماذج ديال الإنتاج ديال الاستهلاك على الصعيد العالمي ديال الإنسانية ولكن ممكن ننقلوا بأنه البلدان نميات في مغيش المغربة على الأسف ممكن نشوفوا في واحد لكارل كتسب المغربة راه في واحد الموقع اللي مكينتش بزاف ديال داك الغاز الغازات هاي فتسار ولكن كيعاني منها هو من بين البلدان بكيعانيوا بزاف غدين عانيوا بزاف طيب و و إشكالية راه بالنسبة للمغربة أنا راه نجعل الماء تتكلموا عن الماء لأنه طبعا هو أساسي اليوم ولكن راه كان مشاكل أخرى بإياه كين المشكل ديال التربة جرف ديال التربة كين المشكل ديال التصحور تصحور كين المشكل ديال ديفوغستاشون إزالة الغابات كين المشكل عمليات كين المشكل كين إشكاليات متعددة ولكن كلا إلى باش من تككزوا على شي حاجة مهمة هي قضية الإشكالية ديال الماء لأن الإشكالية ديال الماء يمكننا نقوله بأنه كان جفاف وكان كين أسباب خارج على الطاقة أسباب إزالة فوق الطاقة البشرية إلى خير طيب زيان ولكن تبقى بأنه جزء كبير 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 ديال الإشكالية ديال الماء اليوم راه ما يمكنش نفهمها إلى ما ربط نهاش بالاختيارات اللي كانت في المجال ديال الفلاحي والمائي الفلاحي والمائي علاش نقول لكم أولا بالنسبة لاختيارات الانتاجية الفلاحة قلت لكم بأنه ما سمي بالنموذج تصديري نقول لكم الستينات إلى المغرب الأخضر إلى يومين هذا شنو هو نفس المصار كنقز على مواد لي كنقول بأنها عندها قيمة عالية ومتجهة تصدير لأنها قد تجيب المردودية ومردودية بالعملة الصعبة طيب ولكن في نفس الوقت هي منتجهة تستهلك الماء أكثر بكثير من المواد أخر هادي أشياء واضحة هادي أشياء واضحة طبعا بتفاوت ماتشا ما تستهلك نفس الكمية كلافوكا ولا تدلح ولكن عموما نحن أمام اختيارات فلاحية هادي أشياء أراها كتعني مواد التي في نفس الوقت هي مستهنكة بوفرة بإفراط للماء. ومع الأسف نقول لك مشينا وحنا كنزيد وضير في هذا الفترة لأنه نقوم بحادة ما للمغرب الأخضار. قلت لك استمرارية كان في استمرارية ديال المنطق ولكن أحطى إمكانيات هائلة إذن إلى أمبليفي البروبلم وسعى المجال ديال المشكل. مين بدأ كيدعم تدلح كيدعم لابوكا كيدعم تدلح تمور في الواحد ديال الشرق. إذن إذا دعمق الإشكالية من قلت لك أعطى إمكانيات هائلة بدون حاسيب ولا رقيق. هاوحدة. إذن هذه من ناحية المشكلة ديال الخسيار ديال السياسة الفلاحية. أرى من ناحية السياسة المائية أنها دبا شابكي أي سياسة مائية لأي سياسة فلاحية. دبا قلت لكم في البداية بأنه وقع الاختيار على سياسة السدود السدود الكبرى. وبتقنيات ديال التوزيع الدماء اللي هي التقنيات القديمة ديال الجرافيتار. أي أنه بعد ذاك أتعرفوا أنه الجرافيتار الجرافيتار أربعين وخمسين في المائة ديال الماء كي بين الباراج وبين الضيعة. أربعين في المائة اللي ما كانش أكثر ديال الماء كيتبخر في الطريق. إذا ديجا كان اختيار لتقنيات اللي هي غير صائبة مع الأزب. كتكرس هادو الفقدان ياudo. وما نقولش يجيش شي واحد يقولنا بأنه آف ستينات سبعينات السقي بتنخيط ما كونش معروف الزاق. عدد بلديا كانوا ضابطين هادو التقنيا اللي كانت قائمة. كانت إيراده حقيقتين كانت خطيرة. عندنا دبا المشكلة. مين غيّرنا؟ ليس غيّرنا ما غيّرناش لذا ما زالنا نجعل السدود الكبرى وهذا. مين تطوّرنا وقلنا بأننا نجعله السقي بتسمخين. أقول لكم قبلها كيف أنه الاختيار ديال الباكج ديال أنك كتجي عند في اللح وكتخله في حدود خمسة ديال الهكتارات. ومتان بعد خمسة ديال الهكتارات. خمسة ديال الهكتارات كعطيت دعم ديال 80% خمسين ديال خمسين كتار بيات كتار ديال سقيلة. بهادك هذا يعطيك دعم كيف يصل إلى 80% شيء غير معقول. إذاً هذا الاختيار اللي كان جعل أنه الوقع على الفرشة ديال الماء كان كالتي. لأن حدتي حدتي واحد لابان واحد الرغبة في أولاً زيت ذاك الاختيارات ديال الملتوجات اللي هي عندها قيمة عالية وأيضاً تستهلك المياه بزاف بوفرة. وأعطيتهم الإمكانية باش يستهلكوا بالجهنة الإمكانية ديال الفرشة. وما كينا نقول لها حاسيب ولا راقيب. ما كينا يقول لك بأنه عدبة طبعاً أمام الكوارث اللي كانت تعدد. بدأك ينكين محاولة هنا و هنا باش نديرو كونترات د باسان مثلاً. مازال أشياء اللي محتشمة ولكن را إلى حدود هذه السنة را دين اللي يبغيتي. وكأن المشكلة ديال الماء ما كانش. إذاً قلت لكم كبيرين فوقنا سأقول لك طبعاً يمكننا نتكلموا على الجفاف. يمكننا نتكلموا على تقلبات المناخية. يمكننا نتكلموا على هاتشو كله وكاين طبعاً. ولكن يبقى أنه إلى ما حطينا شاتشو كله في إطار. اختيارة اللي هي اختيارة ديال البشر مش ديالة ديال البشر. ومع الأسف الدافع دياله هو زعمها مصالح ضيقة. وحتى نمكننا نقولوا واحد نوع ديال الجشع. يعني كتشوف مثلاً ومثلاً يمكننا نقول لك مثلاً. مي كتشوف بأنه حتى فش نرفته واحدة معاً. واحد الجشع آخر اللي هو استغلال. الدعم ديال صندوق المقاصة بالنسبة مثلاً. البيتان قاس بيتان مي كتشوف فلاح كبير كبير. كبير كياخد البيتان. القاس بيتان مدعم. 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 عنده المطاري الألياس اللي عنده لتجهزة ديال التنقيط. مجاناً ولا مدعم بثمانين في المئة. مجاناً. كتشوف تعطيه الإمكانية باش يدير منتوج دات قيمة عالية. ربحية عالية. في أحد المنطقة. المنطقة اللي أصلاً فيها مشكل ديال الماء. مشكل ديال. لا تساقطت ولا ديال الفرشة. و تسمح له بهاتش يقول له في آخر المطقة. فجالتش يقول له يصدره. بس دقنا بلد لي يعاني من ندرك الماء يصدر الماء. زيما أشياء غير معقولة. مدعم يقول الفرنسيين يقول له أمه شو لا تات. كانتخلفوا على رأسنا. مجاناً. مشكلة. إذن هدا هو. هذا هو ماني. إذن مش نقوله بأنه. مين كان ذلك تديروا هاد شخص. مين كان ذلك تديروا هاد شخص. عادش كان يكاني بأنه أورا كان. كان فتحوا. بمجال البديل. إذا عندي أنا شابيت سنقول بأنه جاء هكا انت لحظات عقيقة. لأنها حقات على حقائق اللي ما كنش بغي يشوفها تضطر باش يشوفها مين تشدوا؟ كل البلاد كلش الحدود تشدت شنبقى؟ فان هي العلماء ودك الفيلاش بلانيتار القرية القرية الكروية العالم قرية صغيرة فان هي ما بقى غير شنو مالإيقانية اللي عندك شنو عندك فبلادك فوق داخل الحدود ديالك شكت شكت ديالك شكت ديالك ماشي الناس أين كان تضطروا ماشي راهم زعبا رغباتا فيهم تضطروا باشي الأمر الواقع يحلوا عنهم أمام رفع الواقع يمكن يمكن بعدها التحول لول وأنا سنعصابه أجاري جدا ما بقعش تلك الخطاب ديال العلماء وشكي هو السوق الدولياء الأمر ما في السوق الدولياء بعدها هاد الخطاب هادين ساهم وردين طبعا زاد تعزز معاكو أحرب أوكرانيا إلى أخير هادا ما صار نفس المصار جاء ما يسمى بالنموذج تنموين طبعا هادو كله كيكسبوه النموذج تنموين هادو كيكسبوه النموذج تنموين را كتجشن بعد لبعد الجائحة هادو كيكسبوه النموذج تنموين ها المفارقة كبيرة بين الخطاب والإجراءات والتوجهات حيث أنه كتصيب في نفس نفس الوثيقة كي من هنا بعد لنا عبارات نرنانا من بعد الجائحة كون شي مزيان أنه من بيناتنا من كل نحنا هادي السنوات كنت نتلمو عن السيادة السيادة كتكبال لهم بحل أنجرومو هادو كيكسبوه عدميين هادو 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 صدق مالجغت الجائحة مولا انه كيف تيقولوا صافي بيان فيدي بزيان أنك تتكلم على سيادة رجعته مولياتكي بوليتيكمون كوريكت بزيان انه تخل كلمة السيادة انه لديل النموذج قد تصل بعض الفراز السيادة ولكن منك تشوف نفس الواثقة السياسة الفلاحية قد تسنى انه يغيروا الاختيارات باش يتلقموا مع السيادة المزعومة لا شيء الاختيارات الاساسية السياسة الفلاحية هي اختيارات اوغل كتراشية تقول لهم غريب الاخضار كان بزياد والدنيا كيف هدها هده اسكيزوفريني هده يعني هده باش نقول لك لانه كل واضح هده السيادة الغدائية بعض اشياء اخرى طير عبارات اخرى دخلت دابة في القابوس ديال الخطاب لاستهلاك الطاقلي ولا اكتر لاستهلاك 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 فرنسا تصور انه وزارة الفلاحة دابة دابة سميتة وزارة الفلاحة والسيادة الغدائية لاستهلاك ولكن لاستهلاك لاستهلاك احنا دابة كيف قلتين كايت كل نور الوزير نذكركم واحد الحاجة نظرت نظرو على بعد الجائحة في يونيو جوان يونيو 2020 رئيش الحكومة حاليا اللي كانوا مازال وزارة الفلاحة في البرلمان حطولوا سؤال أعلى هاد شي ماذا كيفاش انه مازالين كتديروا الدلاح وكتخليوا الدلاح اللي كيستهب الامنانية وما عندنا مشكلة للسيادة الغدائية مشكلة ديالغير الامن الغدائي وتكلموه على الشعير وعلى شنو قلوه مازال الجواب ديالما قبل مازال ما كانش ما بعد الجائحة مازال كان فلوتخمون كيف تيقولوا ما قبل الجائحة مازال من الأحسن أن نديروا الدلاح لأنه عنده قيمة عالية والفلاح كيرو بحب مازال مازال في العالم الآخر ولكن بعد مازال 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 خطاب ملكي دخل هذه الكلمة إذن من اليوم لقد درجعت الجميع يتكلم عن السيادة طيب أنا تبطل فق بمجال خريفة أرمسطة بغير الكلام يكون مساحب بالأفعال ده بحتة وش كتتصور ده بحتة المعريض الدولي ديال هاد العام لا يكون شعط لواء السيادة السيادة الغدائية تبا أنا كنتظن بأنه المواطنين المناضلين اللي عندهم شوية عندهم شوية ديال الكبدة على هذه البلد خصومي في كتما بما أنه كان اعتراف بعد هذه الكلمة هديرة أرجعت متداولة كان اعتراف من روت السيادة خصنا أول نبسوهم شنو هي السيادة وكيف خصومي خصومي أبدي السيادة رمشي كلمة الاستهلاك سيادة هاش كتعني وهاش كتعني وهاش كتعني وهاش كتعني عملية خصومي تغيروا الاختيارات ديال السياسة الفلاحية ديالكم خصومي تغيروا بصفة جيدرية الاختيارات باش نتأملوا باش نتأملوا باش نتقل الأمال يكون أنه بوحد لوغس في تيمو نقوم بتعب ديال السيادة موسيقى 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 أنا كنظن بأنه آآ ها راه الاختيار هو اختيار بعد سياسي أصلاً ما نظنوش بأنه راه الاختيار باش لي لي كيجعل أنه كان أعطيه الإمكانيات للفلاح الكبير الاخير راه اختيار سياسي كيدخول في المنطق ديال السلطة ما تسنقراه إذا كتعرفوا ريمي لوفو كتب واحد الكتاب اللي معروف إنه الفلاح مو مو ديفونسور دوترون المهم مدافع على على السلطة أي أنه ما تقول السياسة للأعيان أيضاً أي أنه كتخلق أعيان من الصنف القديم والله الجديد المهم أعيان اللي كتعطوهم الإمكانيات للإتراع كنتعني الإغتناء كتعطوهم الإمكانية ديال تراكم تراوات ولكن كيرجعوا في نفس الموقت يرجعوا ركائج ديال الدعم ديال السلطة ديال الحفاظ على الأمن الأمن بالمعنى الأمني بالمعنى الأمني لمي؟ في العالم القارحة بالمعنى الأمني الأمني هذا داخل في واحد السياق السياسي واحد المنظور السياسي في هذا الإطار هذا مع الأسف الحصة ديال الفلاح الصغير ما يمكن ما يمكن يأخذ غير الفتاة إذا هذا ما يعني؟ بأنه البديل يبدأ طبعاً بتغيير ميزا القوى سنظن أنا بأنه الأساسي هو أنه الفلاح الصغير بخصهم ينضموا رسول خصهم ينضموا رسول الفلاح الصغير يوعاه بأنه القوة ديالهم يراها في التوحيد التنظيم والتوحيد فمين سيكون عندهم قدرات فاوضية مهمة سيكون لهم يفرضوا الاحترام المصائل إذا أنا دائما سنقول ضرورات التوحيد والتنظيم والتكتول والتكتول بكل 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 صفات المعروفة يمكن أن تكون الصعيد المعلي الجهوي المهاني بالنسبة للسلسلات الفلاحية كلها أو قطاعية المهم هو خاص التنظيم البعد المغاربي أو العربي طبعاً أنا كنشوفوا بأنه أيضاً سيكون عنده واحد القمام وضافة مهمة جداً ولكن جميع وعي كيشوف أنهم على أسفل الكراه الكبير شنوه هو السياسي من كثبت البلدان دي الغير في المغارب العربي مثلاً أو المغارب المغارب الصغير أو الكبير ومشي عربي عربي في أمازيغين اللي بغتي في إطار هاد إلي أخذينا هاد شمال إفريقيا رح كنشوفوا بأنه موضوعياً موضوعياً كين تكامل كين تكامل بين الاقتصاديات وبين الفلاحات ديال هاد رح كين 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 أشياء اللي المغارب كلها بجودة وتنافسية كين أشياء أخرى في الجزائر أشياء أخرى في تونس إلى آخر كين تكامل موضوعياً شنو كينبقى 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 بأنه هو أنه تلضم هات التكامل ولكن في الأعلى بالأعلى ما شئت سنحت للسوق أي أنك منك تكون نظرة موحدة على الصعيد ديال هاد غين بقى ناخدو البلدان المغارب الجزائي توليس مثلاً إمن كتكون عندك نظرة على الصعيد ديال هاد البلدان هدي كينبقى لك نظم الإنتاج لفلاحي لأنه إلا وصلت يحتل السوق السوق ستبقى غير منافسة ولكن خصتك على الصعيد الإنتاج أخداً بعيداً لأعتبر المؤهلات الإمكانيات الإكراهات أولاً طبيعية الموارد الطبيعية ديال كل بلد الموارد المشارية الإمكانيات يمكنك تدمج هاتشي كله في نظرة شاملة تنضم الإنتاج تجعل أنه مثلاً بلد معين يكون لا كيف تقولوا البوائد 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 الإكسرانس ديالو تكون في واحد منتوج معين أو منتوجين أو منتوجات معينة اللي كتوجد لتلبية الحاجيات ماشي غير ديال ديال داك البلد الحاجيات ديال المنطقة كلها في بلد آخر نفس الشيء إلى آخر هذا التكامل ممكن ومجدي طبعاً طبعاً هاتشي يخطط يخطط ومشي زماء لخارج على الطاقة هاتشي كله بك تكون الإرادة السياسية حاضرة كيكون تيبقى القضية ديال الترتيبات والتنظيم ديال هاتشي تيتحل وأنا قلت لك اللي هو مهم بالنسبة لنا هو أننا بلدان متكاملين ماشي شي شي كي يضرب شي متكاملين كنا نزيد نحسنه من القدرة ديال هاتشي التكامل ماشيه كي يبقى أونكورين فاتي يبقى بأنه العائق مع الأسف هو سياسي ما كينشي شي حاجة أحد أخرى ما دام أنه المشاكبين المغرب والجزائر هم على ما هم عليه ما صعيف أنا كنظن بأنه الطريقة الواحدة باش الواحدة يمكن له قدر إمكان باشي تجاوز هات الخضية هي أنه التجارب تجارب ديال التكامل وديال ديال التضامن تكون على صعاد المجتمع المدني أنا من من نسبة أهدو الإيمان مع الأسف في الوضع الحالي ما كينشي شي ما يمكنش نتسنده لا يمكن أن ننتظر شيئا من الحكومات أو من السورة ولكن المجتمع المدني راح حي 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 عنده دينامية كين تجارب متعددة يمكن لها تكون بين المجتمعات المدنية اللي تكون لا بينا على محل لا بينا أولية في اتجاه الطريق الصحيح اتجاه قل غير المستقبال سيادة الغدائية هي أبوانان قدرة على ضبط الاختيارات قدرة لكي تضبط تكون انت هو ربر قرارك ثاني دي الاختيارات ديالك ولكن كيف خد؟ أولا بالهاجس ديال انه تلبي الحاجيات ديال الطلب الداخلي ديال السكان ديال الساكنة في احترام مصالح ديال الشعوب الوحرية إذن هذا المدأ هذا طبقناه في مجال السياسي في الاحية شكي يعطي؟ كي يعطي بانه خص طبعا إعادة الاعتبار للاختيارات أولا في المجال ديال الإنتاج في الوضعين المجال ديال الإنتاج خصنا نعيد وترتيب الأولويات إلى بان بأنه الحاجة ديال المغاربة وكتبشي في واحد كتتكرس واحد لمنتوجات معينة أو القامح ولا السكار والزيوت ولا 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 خص الترتيب ديال الأولويات تكون على هذا الأساس ماشي على أساس ما سنصدره أو ما نلتزمو به في إطار اتفاقية تبادل حليل آخرين هذا أيضا شكي يعني؟ كي يعني بأنه أنا كنقول بأنه إعادة النظر في اختيارات الإنتاج أخدا بعلا تبار عاملين أولا السيادة الأمن الغدائي بالفهم اللي قلت لك الشامل كان الأمن الغدائي أي أنك مثلا اليوم عندك ولو النار اللي قلت لك بأنه ما نكذبوش على هذاك وما أنه ما نديروش دماغوجيا راكين مواد اللي ما يمكنش نصلوه المئة في مئة فخس الواحد يطمح لتحسين النسبة ديال الاكتفاء الداتي كين مواد منتوجات اللي يمكن أن يصل المئة كين منتوجات اللي قلت بصلي ستين سبعين أخيرا المهم هو الطموح يكون هو هذا إذن إذا كانوا إذن هاد المواد هي القمح هي الشعير هي الدرة هي السكر هي الزويت ولو أنه السكر بين القوسين بكل صراحة كان أعتبر أنه كان المغاربة مقلوا السهلك ديلهم ديل السكر ولكن هذا النقاش آخر خس إذا كانوا هاد المواد هي اللي كت عملياً كتجوب على الطلب الداخلي عملياً كتلبي الحاجيات إذن هي اللي خسرتكم هندها الأولوية نقطة الأولى إذن الأمن ثانياً المواد الموارث الطبيعية بعيارين للاختيار ديال المنتوج منتوج أولاً يدخل في إطار الاحترام والاختيار ديال واحد النظرة ديال الأمن والسيادة الغدائية الأمن والسيادة وبالتالي السيادة الغدائية ثانياً يحترم الإكرهات ديال المواد الطبيعية ما يمكنش ما يمكنش ولو أنه نقول لك بش تكونوا واضحين ولو أنه ممكن واحد المنتوج معين اللي كيدخل في إطار الأمن الغدائي ولكن ما يمكنك شدره في واحد المنطقة اللي ما يمكنش من ناحية ديال الموارد الموارد طبعين ما كتلاء مش معها ديال المنتوج هذا إذن في نفس الوقت تحافظ على الأمن وتحافظ على الموارد الطبيعية وواحد ديالي هي متجددة في الحقيقة الأهلية ديالها راكينها كتعرفوا بأنه هادي على الأقل واحد ديب هادي واحد العشر سنين تنجز على صعيد الوزارة حتى كان المعهد البحث الصراعي وكان المعهد الحسن الثاني الزراعي خدموا في ما سمية ب لكي لكتعرفوا بكاتشو أغريكول دياله أي خارطة ديال المؤهلات في الحياة ديال الأراضي كانت دراساتياء علمية دراسة ديالتوبة دراسة ديال المناخ دراسة ديالهدك اللي جعلت أنه في آخر المطاف وصل توصل الخبراء الباحثين حطوا الخارطة ديال المريض هاي قبلتهم وتقولوا بأنه هاد المنطقة هادي أخدا بعيد الاعتبار التربة أخدا بعيد الاعتبار المناخ تطلب إلى أخي إلى أخير ها هما المنتوجات اللي يمكنك نقديل في هذه المنطقة هادي ممكنك شدي حاجة وهذا هذا الشي اللي يمكنك نقديل بنجاعة وبصفة الزعماء مربحة هنا في هذه المنطقة هادي أخدا بعيد الاعتبار إلى أخير إذا هذا واحد لوتين هذا واحد الآلية ديال القرار ستنوتي دو ديسيزون اللي تامين جدا وكتعرف بأنه وراه هو في الحقيقة دوم الأشياء اللي كنا نقصنا نقديل في السنوات الأولى ديال الاستخلال ومع الأسف مكانوانو راح تل بداية الألفين عاد الناس فاقوا قالوا آه ما عندناش لكات بوكاسيون بيكور بنبدال حاسية تعالى آه ما يمكنش نديرو الزرع هنا وما يمكنش نديرو هذا هنا عاد هاد باش بدات بهذا المشروع وانا أقول لك هذا المشروع دام سنوات ولكن مهم هو أنه على الأقل عشر سنة راكاين ولكن ما يمكنش نديروه هذا عشر سنة راكاين هاد عشر سنة راكاين هاد عشر سنة راكاين في المجال ديال الإنتاج الفلاحي بهاد احترام هاد المعايير الأمن والموارد طبيعية ولكن بانش تبلوره هذا الشي على أرض الواقع عندك واحد الألية إنه هي الخريطة ديال المؤهلات ديال المناطق إذن كيف يبقى؟ كيف يبقى الإرادة السياسية وهي اللي مع الأسف مشكلة